السلام عليكم كيف حالكم كيف أموركم مع السيام إن شاء الله تكون الأمور تمام التمام معكم اليوم أو هذا الأسبوع رح أخلص لكم وحدة الاستهلاك نجمع الموضوع مع بعضها إحنا بمادة وحدة الاستهلاك أخذنا فيها ملاحظات كتير أخذنا كيف نكتب دالة الاستهلاك ومنها اشتقينا دالة الادخار أخذنا بعدها كيف نرسم الاستهلاك وكيف نرسم الادخار وعرفنا شو يعني الميل الحدي للإستهلاك وعرفنا شو يعني الميل الحدي للإدخار وعرفنا شو يعني الاستهلاك الذاتي عن براجعك وعرفنا شو يعني الاستهلاك الذاتي وبعد هيك الأسبوع الماضي أخذنا متوسط الميل للاستهلاك وأخذنا متوسط الميل للإدخار وحلينا أسئلة وأنا متوقعة منك انك انت شفت الاسئلة وحاولت تحلهم لحالك ربعا الاسئلة اللي موجودة بالفيديو وحاولت تحلهم لحالك وقارنت حلك باللي انا معطيك بالتلخيص ولازم حتى تكون فاهم يكون حلك صح ننتقل اليوم او هذا الاسبوع رح اعطيك فيديوهين صغار مش مش كبار اخلصلك فيهم وحد الاستهلاك الفيديو اليوم الانتقال من النقطة الى اخرى على دالة الاستهلاك وانتقال المنحنة بالكامل الاعلى او الاسفل هاي دالة الاستهلاك خليني شباب شوفوا الاحمر اللي رسملك ياها بالاحمر هي الاصلية تمام فبدي احكي بدنا نحكي شو هي العوامل اللي بتنقلني من نقطة الى اخرى على نفس المنحنة يعني من اي الى بي شوف عندي الماوس هنا شوف السهم عندي من اي الى بي او من بي لأي شو هي العوامل اللي بتنقلني على نفس المنحنة بدي اعرف شو هي وبدي اعرف شو العوامل اللي بتنقل المنحنة كاملا إما للأعلى هاي للأعلى بسميها الأعلى أو لليسار أو للأسفل أو بسميها بمعنى آخر لليمين تمام؟ طيب يلا شباب هلأ شو اللي بينقل المنحنة من A إلى B على نفس المنحنة آه شباب اللي بينقلني من A إلى B كنت عند A وصرت عند B إنه زاد الاستهلاك بسبب زيادة الدخل تمام؟ يعني زاد الاستهلاك بسبب والسبب لاحظ هنا إيه؟ لو مديت خط هون هاي C وعند B هاي C صارت أكتر شو السبب؟ إنه الدخل زاد فإذا اللي بينقلني من A إلى B زيادة الدخل طيب شو اللي بينقلني من B إلى A آه أكيد نقصان الدخل طيب كتبتلك الانتقال من النقطة A إلى النقطة B يكون بسبب زيادة الدخل وانتقال من النقطة B إلى النقطة A تكون من أقصان الدخل تمام؟ طيب هلأ شو هي العوامل اللي بتنقل المنحنى بالكامل كله 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 لليمين أو ممكن أحكي أسفل أو لليسار للأعلى وهون شو بكون السبب تغير؟ لما أحكي لك انتقل C لهون طلع عندي على الماوس هذا شو بكون؟ شو بكون؟ قلت A ما هاي A لاحظ هاي A قيمة معينة صح عندي A أقل لاحظ المال ما تغيرش أنا عندي A تغيرت أو شو اللي بنقل C هاي بقشر لك من الماوس للي أعلى أو لليسار لاحظ المال ما تغير لكن A زادت فشو هي هاي العوامل عندي عشر عوامل إذا اللي بنقلني من نقطة إلى أخر الدخل لكن اللي بنقل المنحنة بالكامل وبالتالي بيغير A عندي عشر عوامل العوامل مؤثرة على الإنفاق الاستهلاكي العائل عدد السكان طيب أنا لو فرضا هاي استهلاك الأردن لو حكيت لك سكان الأردن زادوا أوكي 9 مليون صاروا عشر مليون شو بدو يصير للاستهلاك بدو يزيد صح ولا لا بزيد يعني وين راح عند نفس الدخل بدو ينتقل للأعلى للأعلى هاي زيادة الاستهلاك أوكي طيب التركيب العمري للسكان تركيب العمري للسكان مش عم بحكي بزاد الاستهلاك أو قلب الاستهلاك عم بحكي لك شو نوعية الاستهلاكات اللي راجزوا عليها يعني مثلا لو أحكي لك المجتمع مكون من معظم شباب رح يكون تركيز على مثلا الإلكترونيات خلويات ملابس لو حكيت لك انه التركيب للسكان مكون أكثر من كبار السن رح نحكي مثلا عكاكيز أدوية لو نحكي أطفال بنحكي مثلا بامبرز العنعاب برضو أدوية تمام؟ يعني هون مش عم بحكي زاد وقلب بحكي لك التركيب العمري كيف بأثر على شكل أو نمط أو الأنواع اللي بركز عليها بنسبح لك طيب درجة العدالة في توزيع الدخل يعني هل هذا المجتمع اللي بتحدث عنه في عدالة بتوزيع الدخل أم لا؟ لو كان في عندي عدالة النمط الاستهلاكي بختلف عن مجتمع آخر مثلا فيه طبقة أغنياء مسيطرة وهي فئة قليلة وطبقة كبيرة من الفقراء بيكون نوعية الاستهلاكات أو نوعية السلع اللي بركزوا عليها المجتمعين بتكون مختلفة فإذا هون مش بالضرورة أنا بحكي لك العمام المؤثر على انفاق الاستهلاكي مزاد وقل أم بحكي لك على أنماط الاستهلاك أو أنواع السلع اللي بركزوا عليها ماشي شباب مركزين معاي سعر الفائدة على الادخار طيب أنا البنك أعطاني سعر فائدة على الادخار أغراني بسعر فائدة عالي على مدخراتي شو باجي بعمل؟ بس سير بدخل أكتر بدخل أكتر وبالتالي أنا لما أدخل أكتر شو بيصير لاستهلاكي؟ بدو يقل صحي ولا لا؟ إن سعر الفائدة على الادخار بزيد الفائدة على بزيد الادخار وبالتالي بيقل استهلاكي درجة المديونية علي دين أو الأردن مديونة بحكي عن فرد أو بحكي عن مجتمع في درجة دين كبير شو بيصير لاستهلاكي؟ المفروض يعني نظرياً مفروض يقل طبعاً إحنا دائماً لما ندرس الأشياء ندرس نظرياً ممكن واحد شنشل ديون وعادي بيستهلك معدوك مشكلة ولكن أنا بحكي الأشياء نظرياً درجة الدين يعني كل ما كانت علي مديونية أعلى أو كانت على المجتمع مديونية أعلى مفروض الاستهلاك يقل حجم الأصول السائلة شو يعني أصول سائلة يعني كاش يعني معاي كاش مش أنا مجمدة فلوسي بعقارات ببنايات أوكي؟ فإذا أنا عندي سيولة بصير أستهلك أكتر أوكي بس لو أنا غنية بس أنا ما عندي سيولة كله مجمد فلوسي مجمدة استهلاكي بدو تقل فكل ما كانت السيولة أعلى كل ما كان الاستهلاك أكتر توقعات بالنسبة للأسعار والدخل مثلاً أنا متوقعة زي اللي صار حالياً بأزمة كورونا متوقعة أن الأسعار ترتفع شو بيصير لأستهلاكي الحالي؟ بروح بشتري بمون بعبي المطبخ بعبي شغلات كتير طبعاً فالتوقع أنه السعر رح يعلى بخلي الناس تستهلك حالياً أكتر يعني تشتري أكتر استهلاكي يعني مش بضروري أني أكله يعني ممكن أخبين استهلاكي يعني خلص مجرد أني أنا انفاق استهلاكي شتريت هذا اسمه انفاق استهلاكي بغض النظر يعني استخدمته ولا لا وبرضو الدخل لو أنا توقعت أنه دخلي رح يرتفع ببحبح حالي بشتري بكرم حالي ولو العكس لو العكس لو أنا توقعت الأسعار رح تنخفض لأتوقعت أنه رح يصير سيلز على شغلة معينة بأجي لشراءها بقل استهلاكي ولو توقعت أنه ما رح يجددوا العقدي بالجامعة بحكوا لي باي شو باجي بعمل ببدأ شوي شوي أقل الاستهلاكي تمام؟ الضرائب والإعانات طيب قال له شباب أنا كل ما كانت علي ضريبة أكتر ضريبة الدخل استهلاكي أكيد بدو قل والإعانة لو الحكومة أعطتني إعانة أعطتني دعم مثلا الإعانات مختلفة زي صندوق المعونة إعانات بتزيد على الاستهلاك فهدولة مفعولهم عكس بعض العادات والتقاليد يعني أنماط الاستهلاكي بتختلف من مجتمع لآخر من بلد لبلد حتى بالبلد نفسه تختلف لما نيجي نحكي عن عادات أهل الشمال تختلف عن عادات أهل الوسط تختلف عن عادات أهل الجنوب بالاستهلاك بالأنماط الاستهلاكية حتى بنفس المدينة الوحدة تلاقي مختلف العادات والتقاليد بالاستهلاك حتى بالعين الوحدة يعني أنتم استهلاككم مثلا عيلتك أنت ممكن تختلف عن عيلة دار عمك استهلاككم يختلف الأنماط الاستهلاكية أو الأشياء اللي بتركزوا عليها بتختلف ظاهرة المحاكاة والتقليد شو يعني محاكاة والتقليد يعني ظهرت شغلة موضة هيكا بصير كل الناس تشتري زيها ظهر خلوي جديد صاحبك اشترى خلوي جديد بتروح يعني تقلده بتروح تشتري زيه ظهرت المحاكاة والتقليد بتأثر على الاستهلاك فإذن هذول العشرة بأثروا على الاستهلاك بينقلوا لليمين أو لليسار أو زي ما حكيت لك مش بالضرورة زيادة أو يعني نمط الاستهلاك يقل بينما من إيه لبي أو من بيه لإيه شو حكينا شباب تغير الدخل طيب شوفوا شباب ركزوا معادي إذن هلأ صرت حكيلك من إيه إلى بي أو من بي يعني بنفس بمعنى آخر على نفس المنحنة شو بيصير وإذا انتقل المنحنة بالكامل لليمين ولليسار شو بكم السبب طيب 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 عندي لو عملت كالتالي شوفوا هاي الأول عنية اللي باللون الأحمر هي الأصلية أجيت نفس إيه أنا ما غيرتها نقلت الاستهلاك من سي اللي هي الأصلية اللي باللون الأحمر لواحد لخط واحد لخط الاستهلاك أو دالت الاستهلاك رقم واحد شو بكون السبب لاحظ هون إيه ما تغيرت برضو من سي لتنين برضو إيه ما تغيرت بس شو اللي تغير هم؟ ها شباب رقزوا معاي اللي تغير الميل الحدي الاستهلاك ميل المنحنة طيب من سي لواحد شو بيصار للميل شو صار للميل الميل قل قل الميل الحدي الاستهلاك بينما من سي لتنين زاد الميل الحدي الاستهلاك أذكرك بشغلات أنا دايما بحكيها بعرفش أخذت معاي الجزئي ولا لا الخط الأفقي شباب دايما ميل وصفر والخط العامودي ميل وما لا نهاية فكل ما كان شكل المنحنة أقرب للأفقي الأفقي اللي هو ميل وصفر معناته قل الميل وكل ما كان الشكل أقرب للعامودي معناته كل ما زاد الميل فهونا أنا جبته لتحت يعني أقرب للأفقي فقللت الميل بينما هون جب من سي لتنين جبته للأعلى يعني أقرب للعامودي معناته زاد الميل فإذا هون ايه ما تغيرت لكن ايش اللي تغير؟ تغير الميل الحدي الاستهلاك بحالة قل سي الى واحد قل الميل بينما من سي لتنين زاد الميل اوكي هاي نكاتب لك ياه طيب هذا بكفي للفيديو اليوم حكيت لك الفيديوهات تبعت هذا الأسطور الصغيرة فإذا بفيديو اليوم خلينا نحكي شو حكينا حكينا شو الأشياء اللي بتنقل الاستهلاك من النقطة الى أخرى تمام؟ وشو اللي بنقل الاستهلاك كامل لليمين او لليسار وتكون ايه تغيرت؟ وشو الأشياء اللي بتغير الميل يعني شو اذا تغير الميل لحد الاستهلاك شو بيصير المنحنة؟ رح يضله من نفس ايه متحرك لكن ياه بروح جهة الأفق ياه بروح جهة العامودي حسب شو صار للميل يعني زيك اني حكيت لك ثلاث تغيرات اليوم من نقطة الى أخرى والمنحنة بالكامل ينتقل لليمين او لليسار بتغيير ايه؟ والمنحنة ينتقل يا لتحت يا للأعلى بثبات ايه وتغيير الميل طيب شباب اذا هذا الفيديو انتهى الفيديو اللي بعدي رح حكيلك التغيرات اللي بتحدث بالادخار تمام؟ يالله هلا بنشوفكم بالفيديو التاني نعطيكم العافية